كويرة الطاقة والحيوية كويرة 100% طبيعية منشطة للجسم مقوية للقلب وكيف مكان العمر ديالك غالية نفعك وتفيدك سواء صغير أو لكبير لأنه فعلا 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 كتحتوي على مجموعة ديال المكونات طبيعية والأهم من هذا كله مجموعة ديال الفيتامينات لك يحتاجها الجسم ديالنا غادي نسميوها كويرة الشباب كويرة الطاقة وكذلك كويرة عجيبة سحرية اللي نتمنى أنكم تعتندوها في كل صباح أو لكل أشياء حلقة مفيدة مليئة بمجموعة ديال المعلومات مكونات سهلة وبسيطة بمجموعة ديال المرادفات اللي ممكن أنكم تعرفوا عليها مين ما كنتوا في أنحاء العالم وكيف مكانت الدولة ديالكم واللهجة ديالكم أتقدروا تفهموا معنا الوصفة قناة حلويات أم عبد المغيد دائما معكم كترافقكم بالجديد والمفيد تحت طلبات ديالكم وكذلك كل ما كيفيدكم فرجة ممتعة للجميع بسم الله على بركة الله نبدأ والحلقة ديالنا ولكن قبل من هذا الشيء كابل كان وغير نذكركم ونفكركم ونقول لكم ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك سابسكرايب سابوني وكذلك الضغط على زر الجرس ديروا التور نوتيفيكاس وعلى جميع الإشعارات للتوصل بجديد الفيديوهات وما تنساوش أنا كنت التحق بينا في قناة مهمة الأزيزة اللي قد نعطيه من خلالها وصفة لتهديئات الأعصاب وكذلك كذلك الاسترخاء بطريقة اللي عجيبة وغريبة من خلال مجموعة ديال مشروبات سحرية ومكونات طبيعية مقانات وصفتها بالبديل والعلاج بالعشاب ما اخني فيسا ويدخني فيسا غني قدمونيكم فيها وصفة لعلاج دوال الساقين أو ما يسمى بالعربية ما يسمى بليفاغيس أو لما يسمى بالعربية الكابليات اللي كيبانوا في الجسم أديانا بقوا معايا وفرجوا ممتعة للجميع وشكرة خاص للمتتبعين والمتتبعات الأقدام وكذلك الناس جداد اللي غادي يكونوا معنا واللي تحقوا بنا وانتمنى أنهم يكونوا معنا يوميا من خلال القناة هنا كيفما كنتشوفوا معايا بالنسبة لهذه الوصفة غادي نخدموها على طريق ديال مراحل كيفما كنتشوفوا كان المكونات ليهما أساسية وكان كذلك أعشاب اللي غادي نحتاجوهم ونستعملوهم في هذه الوصفة لكن الأهم من هاتشي كامل دائما كيفما كنوصلكم عليه أن المكونات يكونوا جدادين ويكونوا كذلك ديول العام يعني ما تخديش شي حاجة اللي هي قديمة لها سنوات أو لا صفرة أو لا دابلة وما تخديش كذلك شي حاجة اللي كتكون معرية ما مغطياش لأنه بعض المرات كيكون عندما لحوانت الفار أو لا كتكون طوبة ولا كتكون حشرات وللأسف شديد الأعشاب ديولنا كيتعرضوا لهذه البكتيريا وكيتعرضوا لهذه الأوساخ اللي للأسف شديد كتأثر علينا خاصة إلا كنا قد نعطيوها للناس أو للأشخاص اللي كتكون المناعة ديولهم قليلة وكذلك إلا كانوا في السن ديولهم صغير هذه من جهة من جهة أخرى حاولوا ما أمكن ما أمكن ما أمكن أنكم تكرموا الأعشاب علي ديكم أو لا تأخذوها وتخدموا بها بحديتكم وتحتفظوا بها في أواني زوزاجية أو لقع زوزاجين نبدأ وعلى بركة الله غادي ناخد واحد المقلة اللي كتكون ما كتلسقش وغادي نحتاج فيها تقريبا واحد الزلاف اللي غادي تكون متوسطة أو لا صغيرة من شوفها نشوفها اللي كنعرف أنه كيحتوي على مجموعة من المعادل الأساسية للجسم أدياً خاصة مهم مهم جداً 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 هذه اللي كنا ناخد منها مع بعضياتنا لنقصان فيتامين دي ونقصان الكالسيوم هناك ما كتشوفوها تشوفها المهم لأنه كيحتوي على الكالسيوم الزنج والمارغنيزيوم والنحاس والبوتاسيوم يعني جميع المعادل اللي إحنا الجسم دي إننا محتاجها كيحتوي عليها كذلك كيف نفعنا بزاف في علاج مرضى السكري وكي يعادل لنا أولى كيكون بديل صحي أكتر للخبز الأبيض اللي عارفين الأضرار دياله على الجسم غادي نوضعه في واحد المقيلة وغادي نضيفه معاه مالقة كبيرة دي الزبدة اللي غدا تكون بالدية وإحنا عارفين الفوائد ديالها خاصة إلا كانت في الفصل ديال الربيع غير هي ملاحظة بالنسبة لهذه الكويرات غا نحتفظ بهم مدى معينة باش ميفسدوش وأكيد غادي نفسحوا عليها ونذكروها من خلال هاد الفيديو لكم غادي نضيف كذلك واحد القبيصة شوية ديال أو لواحد المعالقة ديال العسل اللي غادي يكون حر وما نكترش بالنسبة للمعالقة هنايا كتكون تقريبا واحد المعالقة اللي صغيرة لأن المكونات الخرين اللي غادي نخدم بهم هما كيف ما تنقولوا غادي اعتوني نكهة وغادي اعتوني لده وغادي يغيروا لي المداق أكتر ما ننسوش بأن شوفان كينفع كذلك بالنسبة الناس اللي تيعاني وملكتئاب وكي يعاني وكذلك من مشكل ديال العصبية الزائدة وكذلك كينفعنا التقويات القلب والويقاية من السرطانات يضفق الفوائد ديالو على البشرة وما تنسوهاش من بعد ما تخلطوا هاد المكونات كاملين وكي بليئ بأنه اللون ديالو بدك يتغير اللون دهابي وردوا لبال بأنه ما يتحرقش بالمرة غادي نضيف واحد المكوين اللي تاهو فوائده كتير 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 للجسم دياله ولكن للأسف شديد كي يجين غالف تمام ديالو وما تنستعملوش ولكن من بعد ما غادي نعرفوا بأنه تنفعنا بالنسبة للتكاء وكذلك كي قوي الذكرة كيعالج مشكل ديال الزهايمر وكي قوي او لا كيخلي ان هذيك الخلايا ديال المخ ديالنا ما تمشيش بسرعة وما تموتش بسرعة شيء اللي كيخلينا اننا ما نعانيوش من مشكل ديال الزهايمر وكذلك مشكل ديال الخرف المبكر ايه غادي ناخدو كاس ديال عين الجمل عين الجمل اللي فوائد ديالو كتير 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 وانتمنى اننا نبدونا اعتمدوها في التغذية ديال وليداتنا وهاد شيء كامل غادي نخلطوه لكن هاد المرة غادي تكون عافية مهيلة وما نوقفوش وما نزقوش من تحرك غادي ندوزو باش غادي نتعرفو ده غادي نخليو المكوين ديالنا او لالخارطة ديالنا يبرد وغادي ندوزو باش غادي نتعرفو على الاعشاب او لغادي ندوزو لأحد الاعشاب المكوين الاول اللي غادي نستعملو عنده فوائد كتير بحيث انه كي نضمننا الهرمونات ديال جسم ديالنا كي ساعدناه للنوم العامق وهو اللي قلت لكم غادي نستخدموه في الوصفة اللي غادي نستعملوه في خانات مهمة العزيزة لتهديئات الاعصاب وكذلك لحدها من الصداع النصفي وغيرها من المشاكل اللي يعاني ومنها بالسافة الناس وكذلك نخدمنا به وصفات كثيرة لعلاج ضربة الجهاز التنفسي وعلاج الحساسية والربو والاهم من هاتشي كامل كينفعنا حتى في نزالات البرد والسعال وكي ترضلينا البلوم وكيخولنا القلب وكيحافظ على الصحة دياله مكويننا كيعمل على تنظيم ضربة القلب وضغط الدم لكيكون مرتفعا بزافة الناس كذلك كيحتوي على البوتاسيوم والكاسيوم الحديد والزنك والمانغانيزيوم وكذلك الكالسيوم اللي عارفين الفوائد دياله اللي عظيمات كيخلصنا من الرائحة الكريهة اللي كتكون في الفم ديالنا وكنستعملوه في عدة وصفات جميلية نضيفه الذي نفكره في المكون اللي ذكرنا ونبدو كي نبرد الخليط لانه للأسف شديد ايلا مبردش غادي تعمل على انه يلسق ليه في المقلأ ويتحرك 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 فيه البنادي المرورة نحن نحن نعرض للمكونا ونحن نضيف 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 كم شريحة اشتركوا للمكونا ونقول لكم سوف نحتاج منه معلقة كبيرة من ام جلاجل ام جلاجل لديها فوائد كبيرة وكثيرة وللاسف شديد لا تستعملوها ولا نعتمدوها وهذا ما سوف نقول لكم اليوم سوف يتولي ضروري عندكم في الكزينة من بعد ما عرفنا هذه الفوائد مع بعضياتنا وارجا للخليط الديالين ونوضعه في هذه اللعبة او لا في هذه الدرك كيف تشوفوا معايا سوف نحاول انني نقص شوية من الخليط الاخر نحتفظ به ونبدأ نطحن وهنا للأسف شديد واقع ما لم يكن في الحسبان والخسران وانتمنى انكم مال ديروش حالي حيث لعقز خلاني انني احرق الميكسر نغم المهدم ديور الحواج ولكن اخذتكم لعقز اللي فيها والزعامة خلتني انني نطحن بيه خالد اللي هو كيف تنقوله معلك وماشي نغم المنديل المكينة ديال الطحين ماشي الميكسر وهنا اخذتكم حطات الميكسر ديالها بكل بساطة وبكل اسف واخسر الميكسر والتحرق اللي كنا اخذيناه من بيم واللي تضاربنا عليه وتعبنا عليه باش غادي ناخدوه ولو تزداء ومعبد المغيت ريحت مظهر لكن للأسف شديد حرقتي الميكسر بالعجز ديالك وخرجت يعليه مع الدماغة دياله هنا وليكم الله هالبنات طلبوه اختكم التعويض ومن سيعويضوني في الميكسر ديالي؟ هيا وقال لك حدوية قاقيه ويتزد في البيض قالوا ببكتاح قالوا منان الخيمة مشاميل من صبح ملينات باش نصاب الوصفة ما كين مغال وما كين دماغ ولا راس خرجت خطيات سابعة الخرق والحمد لله والشكر لله ما يبتلى إلا المؤمن غريب خفيا مكسر ديالي باش غادي نخدم من الوصفات وباش غادي نتقسم معكم مجموعة ديالاشياء للأسف شديد للأسف شديد ومالفكين فعني فيها مشا تلمك هنا ديال الطحين ومشا كل شي ملي تتحرك هاداك تافي كل شي مشا أقل جو تقل ايوا اردو هاد الشي هنا يا وما تديروش بحالي أنا حدرتكم باش منطحوش في الخطأ ديالي تقولي أم عبد الموجد خرجت لنا على الميكسر ديالي لس ما حاليها للأسف 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 وهنا غادي نبدأ نكمل الفيديو وغدا معك اولا نعلك هاد الخاليط اللي خدمناه مع بعضياتنا فالا تفكت شوفوا معي خبيني وبينكم كان مازال واقع يخصو شوية ديال الطحين باش يقدر انه يكون باش نقدر انه يجمع ليه من بعد غادي ناخد واحد الإناء اولا غادي ناخد هاداك الشي اللي شاطف ها في نمشي تياه ام عبد الموجد المتتبعات رايت سنة امشي تجيب غال المقلة صافرات ما علينا غادي ناخدهم وغادي نبدأ ونوضع اكويرات بهذا الشكل هو من اللي كيكون هاد الخاليط معلك يعني اتاهدك الشي اللي شاطلية كي يلسق بسهولة يعني نعمل ممكن خصو مازال شوية ديال الطحين ما تخليه شاكه لكن حاولوا انكم تطحنوه اكتر باش يشد فراسو ننسيت ما اقولش لكم بان الخاليط اضفنا عليه مع القصغيرة ديال الحبوب ديال الشياء اللي التمن ديالها متى يتجاوش خمسة وسبعين درهم في الهدف مرجان وفي نفس الوقت كتكون جديدة يعني بلعمة يحتاج انكم تشيروها 300 درهم من اماكن اللي كي بيعوها غالين ما غاديش نكترو فيها غادي ندلو غير مع القصغيرة منها ما تشرب شرين الخاليط وفي نفس الوقت باش ما تلسقش لنا في المسران لان هي خصائل تستعملت تشرب معها كمية كبيرة ديال الماء فوالا من بعد غادي نخلطو هاد الخاليط كامل كيف كتشوفو انا قلت لكم مليك يكون دير هذا رقاق مطحون مليك يكون مطحون مليك يكون مطحون ومعلك الجينات ساهل باش غادي نخلطو به والتالك الخاليط الاخر ممكن اننا نزيدو نهار بشو شوية باش يشدينها في الكويرات كاملين وبسهولة ما ننسوش باننا رح ندرنا النوعية اللي كتكون رقيقة ما تكونش غليظة وهكا غادي نكون وصلنا النهاية ديال الحلقة ديالنا وما بقاليا إلا نودك ونقول لكم شكر خاص على المتابعة وإلى اللقاء في حلقات أخرى وفيديوهات أخرى على القناة لدائما كتبغيكم وأكيد كتعطيكم الجديد والمتابعة